بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع الدرس الأخير من الموضوعات النحوية التي تعرب بعلامات فرعية وهو الفعل المضارع المعتل الأخر نتحدث عن تعريفه وعن إعرابه فما هو الفعل المضارع المعتل الأخر من اسمه هكذا أو من اسمه يتضح أنه أي فعل مضارع يختم بحرف علة أو آخره حرف علة وحروف العلة هي الألف أو الواو أو اليا فتعريفه مع الضرب الأمثلة نقول الفعل المضارع المعتل الأخر هو ما كان أو كل فعل مضارع آخر هو واو قبلها ضمة مثل يد عو ضمة والعين مضم أو ياء قبلها كسرة مثل يرمي أو ألف قبلها فتحة مثل يسعى والفعل المعتل الآخر بالألف لا يكون ما قبله إلا مفتوح إعرابه إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالألف والفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب من الأفعال سواء كان ماضيا أم أمرا المضارع الذي يأتي فيه بعض الحالات معربة وبعض الحالات مبنية فيرفع المعتل الآخر بالألف تقدر عليه الحركات الثلاثة لأن الألف حرف لا يقبل أي حركة فيرفع بضمة مقدرة على الألف منع منظرها التعذر مثل المتقي يخشى ربه فهنا مرفوع بضمة مقدرة مرفوع وعلى مترفعه ماذا؟ الضمة المقدرة لماذا؟ للتعذر ما معنى التعذر؟ التعذر أن يتعذر على الجهاز النطقي أن ينطق بالضمة على الألف هذه الألف اللينا أو الألف في نهاية الكلمة لا تقبل الحركات فهو للتعذر مرفوع بضمة مقدرة للتعذر كذلك ينصب بفتحة مقدرة أيضا للتعذر نحو قول الله تعالى معذرة نحو قولك لن يرضى العاقل بالأذى لن يرضى هنا الضمة الفتحة مقدرة معذرة منصوب وعلامة لن أدى نصب الفعل المضارع ويرضى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة أيضا لا يظهر عليها الألف لا يظهر عليها أي حركة لا نصبا ولا جرا ولا فتحا ولا الضمة ويجزم ويجزم بحذف حرف العلة ويجزم الفعل المضارع المتل الآخر بالألف لأنه ممتل الآخر بالألف أو سواء كان بالألف أو الأولياء علامة الجزم واحدة يكون مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وليس السكون نحو قولك لم يخش العاصي لم يخش ربه لم يخش ربه فلم أدى تجزم يخش مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حذف حرف العلة طيب هنا تظهر في على الشين فتحة هذه الفتحة دليل على الحرف المحذوف دليل على الألف المحذوفة هذه حركة الشين الأصلية فهي عليها فتحة وليست هذه علامة الإعراب فعلامة الإعراب الفعل المضارع المؤتل الآخر إذا كان مجزوما يجزم بحذف حرف العلة طيب لو أن الفعل المضارع كان معتلا بالواو مثل يدعو مثلا يدعو بما يرفع وبما ينصب وبما يجزم يرفع بضمة مقدرة على الواو ولكن ما سبب تقديرها الثقل ما المقصود بالثقل هنا يقصد بالثقل أن نستطيع أن ننطق بالضمة ولكن فيه ثقل على النطق ثقل في الكلام يعني الموحد لا يدعو إلا الله الموحد لا يدعو إلا الله لا يدعو يدعو فعل المضارع مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة للثقل لماذا قلنا للثقل؟ لأننا نستطيع أن ننطق بها ولكن فيها ثقل فتقول لا يدعو لا يدعو فيها ثقل فخففت اللغة على المتحدثين بها فهنا مرفوع بضمة مقدرة على الواو للثقل أو منع من ظهورها الثقل وينصب انتبه لهذه المعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو ينصب بفتحة ظاهرة على الواو لأن الفتحة خفيفة فتظهر إذا كان الفعل معتل الآخر بالواو تقدر الضمة وتظهر الفتحة فتقول لن يسمو أحد إلا بأدبه لن يسمو أحد إلا بأدبه فلن أداة نصبي للفعل المضارع ويسمو فعل مضارع منصوب على مدنصبي الفتحة الظاهرة ظهرت هنا لن يسمو الفتحة الظاهرة الجزم كما قلنا قبل ذلك يجزم ترمى أنه معتل الآخر سواء بالألف أو بالواو أو بالياء يكون الجزم بحذف حرف العلة وهو الواو هنا قا قولك لا تدع على أولادك لا تدع على أولادك فلا هنا ناهية وتدع فعل مضارع مجزوم علامة جزمي حذف حرف العلة كناس تدعو بهذه الطريقة فحذفت طيب أنت تقول مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة ما هذه الضمة هذه الضمة دليل على الواو المحذوفة وهي حركة العين العصلية قبل أن يحذف حرف العلة من آخر الفعل ومنها قول الله تعالى فليدع نادية فليدع نادية لملم الأمر ويدع فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل عليه لو أن الفعل المضارع معتل الآخر بالياء تحدثنا إذا كان معتلا بالألف وإذا كان معتلا بالواو أولادك على الفضيلة تربهن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لماذا؟ للثقل يعني إيه للثقل؟ يقصد به أننا نستطيع أن ننطق بالضمة ولكن فيها ثقلا على الكلام فخففتها اللغة ينصب كما نصب المضارع المعتل بالواو ينصب المضارع المعتل بالياء ينصب بفتحة ظاهرة على آخره لأن الفتحة خفيفة ظاهرة على الياء كقولك لن تعطي الفقير لن تعطي الفقير شيئا إلا أجرت عليه لن تعطي الفقير شيئا إلا أجرت عليه فلن أداة نصب وتعطي فعل مضارع منصوب علامة نصب ماذا؟ الفتحة الظاهرة الفتحة الظاهرة فإذا كان الفعل المضارع معتلا بالواو أو بالألف تقدر عليه الضمة وتظهر على آخره الفتحة طيب ما علامة جزم الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء؟ يجزم كلها الأفعال المضارعة إذا كانت معتلة الآخر بألف أو بواو أو بياء فإن هذه الأفعال تجزم وعلامة جزمها حذف حرف العلة وهنا هو الياء والكسرة قبل حرف العلة دليل عليه أو الكسرة على الحرف الذي قبل حرف العلة بعد أن حذف دليل على الياء المحذوفة كقولك لا تؤذي جارك وأوضح منها قول الله تعالى وَمَا يَبَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَيُّ قُبَلَ مِنْهُ يَبَتَغِ يَبَتَغِ من هنا هذا شرط تجزيمه فعلين ويَبَتَغِ فعل مضارع أو فعل الشرط مجزوم علامة جزمها حذف ماذا؟ حذف حرف العلة طيب الياء هنا لما جاءت الياء؟ الياء هنا دليل على الياء معذرة لما جاءت الكسرة؟ الكسرة هنا دليل على الياء المحذوفة إذن فالفعل المضارع المعتل الآخر يكون بالألف أو بالواو أو بالياء وله تفصيلات في علامة إعرابه كما وضحنا فإلى لقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر